اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حدر هل حدثة دي واحد سرق متسكل في قرية في كفر صقر قام الاهالي قبضوا عليه مسكوه حقوه مفيش مشكلة ده واحد سرق متسكل فيتقبض عليه المفوض يحصل فيه ايه بعد ويتقبض عليه يتسلم للإسم لكن لكن ده محصلش حطلنا كده الصورة يا علي عشان تظهر على الشاشة ونستشوفها زي ما انتوا شايفين الصورة هي قدام حضراتكم على الشاشة خبرهو كان نازل على عهدت اليوم السابع ان اهل الكفر صقر واحد سرق متسكل رحوا مسكوه ضربوه علقوه في العمود وخلاص طب انت مسكته وهو حرامي لازم يتعاقب ولازم ياخد جزائه انا ما قلتلكش يسيب السارق ويسيبها فوضى بس ده لازم يتسلم للإسم اذا كن احنا بنقعد ننتقد ونقول ازاي ضابط الشرطة والأمين الشرطة يمدي ايده على مواطن ازاي ينتهك حقوقه ازاي الحريات حزبه بس ما تضربوش مش احنا بنقعد نقولك كلام ده للشرطة ووزارة الداخلية حتى لو حرامي ونقعد نقول في قانون في البلد احنا بقى عملنا ايه طبقنا قانون الغابة طبقنا قانون الغابة والله ده الكلام اللي الناس بتوعد تقوله ما تتعداش على حقوق المواطن ما تضربوش ما تعزبوش احبسوه وحزبو بالقانون طب بيوبا انت برضو ما تتعداش انت برضو ما تتعداش مسكته هو حرامي سلمه للقسم بتنشر قانون الغابة ليه كان في حادثة تاني مش هعارضها مش هعارض الصورة بتاعتها لانه ربنا يكفينا شر الفضايح لكن انتوا اكيد شفتوها والفيديو القسطورة القسطورة تعود من جديد في الفيون ده اللي احنا كنا نتكلم عليه اللي كان بتقدم في الدراما والناس بتقلده بدون وعي واحد غلط في عائلة وعالتين وقعوا بعض مسكوا الراجل عشان يعملوله فضيحة يردوا على واحد تاني لبسوه انا اصفة جدا في اللفظ اللي هقوله ملابس داخلية حريمي مش لازم نقول ايه يعني ملابس داخلية حريمي وعشان زفوا في البلد اش يعملوله لعيلة وجرصة ويهنو ايه اللي غابة زي يا جماعة المصر الاصيل مش كده اه تدفع عن حقك ومسيبش واحد يسرقك اه انا معاك وزي ما انت عايز وزارة الداخلية تعامل المواطن اللي بتقبض عليه بقدمية ابتدي انت عامل نفسك عامل اللي انت قبضت عليه بقدمية الاول ما انت طحمته ها وضربته وعزبته وعلقته في العمود وفضحته وجرسته في الشارع رحت نفس الحادسة مبارح في شارع السودان حرامي اتمسك بتاع مواتير رحت الناس عامل نفس العاملة رحت الناس عامل نفس العاملة مسكوا الراجل ضربوه وطحنوه وربطوه في شجرة الغابة انتو عارفين لو انتو عايزين الحق كل الناس دي لازم تتحاسب لو احنا بتدور على الحق لان هو انت لما ضربته ما هو بقى ليه حق عندك انت انت ضربته وعزبته فهو ليه حق عندك هنتكلم على قانون الغابة اللي ناس عايزة تنشره اليومين دول كتير قوي بس بعد ما ناخد نروح ليه الادارة العامة للمرور نروح ليه زميلنا محمد خالب من الادارة العامة للمرور يطمن النهاردة على الحال المرورية انا بنلاحظ بس زحمة كتير قوي يا محمد يعني وخصوصا في منطقة اكتوبر وكان فيه زميل بيبلغوني هون وطري الوحيد يعني كان واقف تماما صباح الفل عليك يا محمد وصباح الفل على كل ضباط وافراد الادارة العامة للمرورية بس يقولوننا ايه الاخبار والزحمة دي سببها ايه خصوصا يا محمد يا ريت نقطة مهمة جدا انت وضحها لنا بنوصل لمكان الزحمة ما بنلاقيش حاجة وقفة ولا عربية متعطلة ولا اي حاجة الزحمة دي جات منين صباح الفل عليك يا اسماء وعلى كل السادة المشاهدين ويوم جديد ونهار جديد وكالعادة من داخل الادارة العامة للمرور لمعرفة رصد الحالة المرورية على محافظتي القاهرة والجيزة وعلى كافة المحاور الرئيسية والطرق السريعة خلنا تعرف اكتر عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم من خلال سيادة النقيب مصطفى عبدالحكم يعني بعد صباح الخير يا فندم حابين نتعرف عن تفاصيل الحالة المرورية الآن بعد صباح الخير والسادة المشاهدين منتصف الاسبوع تكون الحالة المرورية افضل من بداية الاسبوع وانا بنضمن حدركة حتى لانا الحالة المرورية تماما وعلى وشك الانتهام من فترة الزورة الصباحية متبكي معنا بالنسبة لوسط المدينة محور الصورة القادم من السويس اتجاه مصر الجديدة وكذلك بالنسبة لي كبر اكتوبر اتجاه منزل مالية دي بالنسبة لي وسط المدينة بالنسبة لأعلى الدائرة لكثفات معنا بالنسبة لي منزل الصعيد واصر النبي حتى منتد حتى منزل ليوت tiسترات اي حجام مرورية متحركة وجلل عامل على الأصلفاة هذه الكثفات بالنسبة لمحور اكتوبر منزلة الكثفات في الاتجاهين قادم المتاجة لكثفاة حتى مدينة لبنان وجلل عامل على أصلفاةة كثفات ومنتمن حضرتك ومنشهدين اي تحويلات بالنسبة للطول السريع الحالة مردية تماما على كافة الطرق السريع يعني هل فيه اي حوادث سيفاندم اثرت على حركة المرور في اي من الاتجاهات او المحاور هو كان معنا فيه حادث من قليل اعلى المحور اعلى ارض اللي هو اتجاه من اتجاه اكتوبر اهدث الصدام صدرنا بين جيرسي اقصى ديمين نتج عنها بعض الشيء من بعض الكسفات بالفعل مع الخدمات الدراء العامة المرور تم تجنيب الحادث و تم رفع المصاب فاصبحت الحالة المردية الحمد لله يالكسفات الصباحية المعتادة بالنسبة الاعلى المحور ممكن كما ذكرت زميلتي اسماء يعني احنا دايما في الحواقق او لما الطريب بيبقى زحمة بنيجي نوصل لمكان نقطة الزحمة ما بنلاقيش اي حاجة تسبب اي زحمة يا طرى يعني ده بيبقى سبب ويافا هو من خلال حضرتك من خلال جميع المنابر العالمية هو من اكد ومنطلب من قد السيرات ومن السادة المواطنين هو يعني احترام قواعده بالنسبة للحوادث بالنسبة ما يكون في حادث ممكن يكون اصر بسيط ولكن بالنسبة للاتجاه الاخر الى نسبة المشاهدة واتواقف بعض السيرات يمكن ده بيبقى لتسير ولكن احنا من ناجد كده السيرات في حالة وجود اي حادث والمساعدة والتحرك من مكان الحادث لمساعدة الخدمات ومساعدة الوسائل المساعدة كلها للوصول لمكان الحادث هل في اي تحولات مررية نهاردة هيتم الاعلام خلال الادارة عامل المرور بناكت حضرك الحمد لله ما فيش من عدم موجود اي مراطق اعمال بالنسبة للمحاور وكافة الطرق من عدم موجود اي تحولات على كافة الطرق بشكر حضرك شكرا جزيلا يعني كما تابعنا اسماء هناك يعني بعض الكثافات المرية على المحاور الرئيسية لكن ان شاء الله نتمنى لجميع السادة المشاهدين الوصول بامان باذن الله عودة مرة اخرى اليك يا اسماء انا طبعا بشكر زميلنا محمد خالد من الادارة العامل المرور وشكر موصول لدباط وافراد الادارة العامل المرور توصلوا يا رب كلكم بألف سلامة باذن الله ونلتزم بالتعليمات المررية احنا برضو محتاجين نلتزم فيه ناس ما بتلتزمش كتير يعني خلينا صرحة مع بعض طرق محتاجة رقابة طبعا طرق محتاجة رقابة بس طرق وكمان محتاجة التزم من احنا برضو جنب الرقابة بتاعت الطرق نرجع لقانون الغابة بقى الناس كتير جدا عايزة تنشره ولو صارت جاه زي علي يا ريت نعرضها فكرة قانون الغابة ده اللي عايز يسيطر علينا وعلى حياتنا نشر الفوضى لو تخش تاخد حقك بدراعك زي ما انتوا شايفين الصور قادي منظر مبارح هو دلوقتي ده اللي كان في شارع السودان هو لو المواطن ده دلوقتي حرامي مواطير انا عارفة انه حرام ولازم يتحبس بس حرامي المواطير ده لو راح الاسم والضرب هناك انت مش هيعجبك انت مش هيعجبك فانت عملت ايه ضربتو انت فهو على فكرة حرامي المواطير ده بقى ليه حق عند المواطن اللي ضربه لانك مش من حقك تمدي ايدك عليه زي ما انت بتقول الزابط ورجل القانون وأمين الشرطة مش من حقك تمدي ايدك على مواطن انت كمان كمواطن مش من حقك تمدي ايدك عليه ارحموا بعض بلاش قانون الغابة هو يكونوا انه تمسك حرامي هو تفضح وتجرس والموضوع انتهى وهيروح وهيروح الاسم وهيتقبض عليه وهياخد قضية وقضية سرقة وكلام ده كله طيب عموما احنا برضو بتتكلم على الشرطة عايزين نحية زابط شرطة ام 12 مبارح مواقع التواصل الاجتماعي سرطة وهو واقف اسد ربنا يحميك يا رب رجولة جدعانة اخلاق فضله هو واقف بينزف بيطارد المتهمين لحد ما جابهم صورته كانت موجودة مبارح ومنشورة هون عرض لكم الصور تحكبرة جدا 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 ليه رجالة جدعانة اللي هو بص انا بموت اهو بنزف بس انا مش هسيب الفوضى بس انا هأمنك وعلى فكرة فينا مزك من الزابة ده كتير جدا جدا ربنا يشفيه طبعا يا رب ويرجع تاني خدمته بألف سلامة ويقعد يحرصنا ويحمينا بس دايما احنا بنتصدر الوحش تشوف الوحش بس مشوفش الوحش والكويس فاصل و هنرجع لكم و هنحضر لكم صورة الزابط لانه لازم نحتفي به وبراش قانون الغابة يا جماعة ببراش قانون الغابة باش نجي على بعض احنا جنودنا رجالة رجالة قوي 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 ومصر مليانة رجالة وجدعان جدعان على الاخر فاصل و نرجع لكم و اتكلمهم و خلكوا فعاتهم في اللسان وحشتيني و بحبك و انت نور عيني و ده و انت مطلع عيني بحبك موت مصر اللي هي دايما بنحبها مهما ان كان فيها المعدن بتاع المصر الاصيل اللي دايما نفضل جنب مصر اللي اجيال ثبتت بمنتهى القوة والتحدي والارادة اللي هي دايما بتقف جنب بلدها في ظروف صعبة و مصر دي ما بيسننهاش غالش عباء على فكرة مستش البلد دي يعني شعباء و زي ما قلت لكم قرات ربنا سبحانه وتعالى طبعا اولا و اخيرا والشعب ده هو دايما تلاقيه بيسند البلد و بيفوق سبحان الله كده في وقت الازمات عشان كان الحمد لله ما بنقعش الحمد لله الحمد لله ما شاء الله لا اخوة تقلب الله يعني مش طول عليكم بس خليني ارحب بضيفي الكريم نوارني النهاردة في الستوديو الاستاذ يوسف القايد اللي بعتز جيدا نوارنا عضو مجلس النواب المصري والأديب الكبير والكاتب والروائي و من يعني و في مرحلة الشباب ربنا يديلوا العمر والصحة مين للشباب أنا حضرتك لا و طب بنقول في مرحلة الشباب و ما زالنا مع الشباب شباب القلب تمام سواء لا حضرتكم أنا بقول يعني في مرحلة الشباب نحر لك و كنت في مرحلة الشباب قضيت خدمة عسكرية و عصرت مصر في في أصعب الظروف احنا بنسمع دلوقتي سيد يوسف الجيل بتاعنا انه مصر زمان كانت أصعب من دلوقتي بكتير هو دك أحلى كانت أصعب وأحلى أصعب وأحلى إزاي بقى يعني ما كان فيه تحدي واستجابة و كان فيه وضع يعني شوفي الإنسان دايما مريض بالنستالجيا يرى الماضي دايما أفضل من الحاضر و بيخاف المستقبل والمصر كده كمان اللي هي الحنين إلى الماضي دايما الحنين إلى الماضي وتحويل الماضي الجنة مفقودة أو جنة مستحيلة أو مستحيلة أن تستعاد مرة تانية اللي هي مثلا يا سيد يوسف زي مثلا نقول شوف مصر زبان كده كده يعني طبعا ده منهم طبعا طبعا أنا بقعد أشوف أفلام الأبيض والسود عشان مش يشوف القصص شفناه كتير في حفظينها إنما يشوف الأماكن وشوف الشوارع وشوف الناس يعني حفلاتهم وكلسوم اللي بتتزعف في أحد القنوات العربية للأسف للأسف ولا تزعف قنواتنا المصرية رغمناها ملكنا أساسا يعني بتفرج على لبس الناس الشيكة الشيكة حتى لو كان لبس بسيط مش غير والمصر اللي كان عشان يروح مصر ويروح سنما ويروح حفلة لأمو كلسوم كان بيعتمد نفسه طالع فسحة جميلة فسحة جميلة يلبس لها كويس ويبقى متعطر ويبقى يعني فرحان نروح ايمل حاجة حالهم لا بيحصلش دلوقتي ما بيحصلش اولا من كلسوم مش موجودة ما فيش بدائل لها ولا في حفلات يعني مش عارف انا مش عايزة على الصبح اصدر ما بداخلي لا بس احنا برضو عايزين نعرف ما بداخل حضرتك لانه لازم نستفيد منه يعني دايما احنا عشان نتعلم لازم نستفيد من تجارب الاخرين تمام في الحياة مش فكرة ازاي كانت اصعب اصلي الفكرة اصعب واحلى دي 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 هما يعني بنتكلم على كلمتين بس لازم نقف عندهم تمام ما ينفعش نعدي تمام اول حاجة ان انا نازل من بيتي سبعة ونص انا مش جاي من اسكندرية ولا جاي من ضمنهور بلدنا ولا جاي من كفر انا جاي من مدينة نصر تمام احد احياء القاهرة وجاي لمدينة الانتاج الاعلامي في ستة اكتوبر احد احياء القاهرة على المدينة واحدة فكوني انزل سبعة ونص واوصل تسعة ونص ساعتين ساعتين كتير طب وكان السبب سبب الزحمة بس سبب الزحمة انه يعني مفيش مفيش سبب مفيش ادارة للبلد مفيش سبب حقيقي غير الاهمال وغير التسيب وغير ترك الامور تمشي زي ما بعشوائية وعلى فكرة المصرين دول اعظم شعب حقيقة انه مفيش حد بينظم المرور من مدينة نصر الهنا ومفيش حد مشرف على حد ومع ذلك الامور ماشي كنا لسه الناس سألت دلوقتي حالا انقدروا العمل المرور قبل ما حالكتب معنا وسألناهم عن سبب الزحمة اللي موجودة بدون داعي قالولكم ايه بقى قالولكم ايه قالولنا انه مفيش انضباط في الشارع في القيادة في تجاوز من الناس لبعضها اللي بيكسر يمين اللي ما بيرتزمش بالحرار المرورية محتاج رقاب لا مهم برضو بتوع ادارة المرور وبتوع ادارة الداخلية على عين وراسي الداخلية والجيش بيحمونا من موجة ارهاب مخيفة وتطرف مخيفة بس الدولة هي اللي بتنظم علاقات الناس ببعضها يعني فكرة كلمة مفيش انضباط المواطن من حقه يخطئ ويصيبه من حقه يخطئ كمان انما اللي حزبه الدولة واذا غابت الدولة ودورها المحاسب يحصل اي حاجة وده الحاصل دلوقتي اي حاجة ممكن تحصل وكل حاجة ممكن تحصل انما دور الدولة الجوهاري هي الدولة وجدت ليه من الناس عاشت قرون من غير دول قرون كقبائل وكجماعات وفي الكهوف وفوق الجبال وفي المزارع كان العرف بينظم حياتها انما دلوقتي فيه القانون واللي بينفذ القانون الدولة والدولة لازم تعمل دورها كاملة مش عايز اقصوا عليها لان يكفي سينة واللي بيحصل فيها يكفي معارك التطرف والارهاب يكفي المؤامرات اللي بنتعرض لها انما لازم ايضا يبقى فيه الحد الادنى من تنظيم الحياة ده عند حراك حق فيه طيب اصعب بنتكلم على ظروف صعبة بنتكلم عن اقتصاد مدمر ده في الماضي في الحياة الصعبة حراك ممكن تقول لي كان فيها ايه تاني عدوان احتلال نقص سلع تموينية نقص امكانيات نقص فلوس يعني انا كنت بسمع انه المسلا اللي عنده بيتها يبنيه يقول له ما فيش حديد دلوقتي والاسمان استنى ام unknowns او سوق سودة او سوق سودة يعني سوق سودة موجودة برضو هاي سوق سودة كانت موجودة طول عمرها كده لا مش لا لا الجنة ہنا المفقودة اللي هي ستنيات ما كانش في كان فيها ده لان البشر هما البشر في كل زمان ومكان ونزعهم الى الخطأ اكتر من نزعهم الى الصواب ده موجود في كل الازمانة وفي كل الامكانة وكانت سلعة تموينية بتتخزن برضو تتسير قوتها لا أقل كل شيء كان أقل مما هو حاصل الآن كله أقل مما هو حاصل الآن وبعد ذلك يقبل أبدا أن الدولة تقول لي أن السكر موجود والرز موجود والزيت موجود بس الإخوان بيلموه هم يعملوا كده ويعملوا أسوأ من كده لكن مهمتي كمجتمع متماسك عارفه وعايز إيه بالضبط أمنعهم يعملوا ده وإن شفتهم بيعملوا ده يبلغ عنهم وزارة الداخلية مبارح كانت مش عارفة حرارك متطفق مع اللي أعلنت وزارة الداخلية في الموضوع ده ووزارة التموين ولا لا وزارة الداخلية طلبت من المواطنين تهيب بيهم أن هم يساعدوها ويبلغوا عنها عشان فيه ناس هم بيوصل لهم بصعوبة أو بيخبوا مثلا في حتة تانية عايزك تبلغ وزارة التموين قالت أنها تتعامل مع السلعة التموينية زي اللي كان بيلاقي شنطة فلوس يرجحها فلي عشر في المية بحق القانون طبعا أنا مع أنا بقول الدولة قلت الدولة مئة مرة ما أقول ما عدت إنما هي بدون الناس وبدون تعاون الناس وبدون تكاتف الناس مش هتظهر تعمل حاجة لوحدها مش هتعمل حاجة لازم إحنا كمان كل واحد يعتبر نفسه مسؤول زي بالضبط أي مسؤول في الدولة ويبع عنده يقص الضمير حقيقية وننسى تماما كلمة وانا مالي وانا مالي أوه يعني دي من أخطر الكلمات الوحشة اللي جات لنا أيام الوصمانين والمماليك والأيام مضت والوصمانين مشوا والمماليك مشوا إنما ظلت الكلمة قائمة وانا مالي بسمحة كتير قوي وتوجعني لأن البلد دي بلدنا كلنا ولازم كلنا نبقى مسؤولين عنها ولازم كلنا نبقى صهرانين عليها طب إحنا نقصنا إيه طبعا عشان نوصل إلى المرحلة اللي حارك بتقول عليه هذه يعني مثلا بتيجي تتكلم تطلب من مواطن ومش بعمل بس بعض المواطنين تطلب منه تقوله ساعد يقولك أنا مالي الحكومة تشتغل أنا مالي الدولة تعمل أنا مالي رئيس الجمهورية يعمل أنا مالي مش عارفة إيه كلمة أنا مالي على فكرة وحشة وحشة يعني طيب أنا أنا إزاي أنا عايزة أرجعه أنا عايزة أقوله تعالى ونقوله كنت تعملوا إيه زمان الحالة كتأصعب كنتوا إزاي مخلينها أحلى أنا عايزة السر في مؤرخ بريطاني اسمه توينبي أرنولد توينبي دارس تاريخ مصر وبيقول فكرة أنا محبتهاش في الأول بس أرى أنها قد تكون مخرج لنا وهنا ملازمان على طول أن تاريخ مصر قايم على التحدي والاستجابة أن يبقى فيه تحدي واستجابتك لهذا التحدي بتعمل الحضارة المصرية قدرنا كده حد يقول طبعا نفضل التحدي والاستجابة يبدو أن احنا سنظل هكذا إلى الأبد تحدي ولا شعور بالخطر ما هو التحدي ما هو التحدي ناتج عن الشعور بالخطر ما هو ممكن أنت أنت تكون بتتحدى وعندك إرادة وأحلام من غير ما يبقى فيه خطر وقفلك على البيت لا فيه خطر ودلوقتي أظن فيه فائط خطر عندنا خطر بزياد عن المصر ها يعني فيه أكتر مما يستلزم التحدي والاستجابة يعني فيه أخطار أكثر مما يحتمل أي شعر من الشعور موجودة وأنا مش عايز أويقس الناس لأن دايما المجتمع المتحدر يختلف عن المجتمع المتخلف في فكرة صناعة الأمل يبقى فيه أمل عند الناس يبقى فيه حلم عند الناس يبقى فيه حاجة يشتغل الناس من أجلها إنما أصل أخطار خطرتها إيه؟ إنها بتخليك في دايرة رد الفعل يعني في دايرة إنك إزاي توكي ده إزاي توكي الخطر ده مالهيين دايما اللي بيشتغل بمنطق رد الفعل بيفقد أهم حاجة المبادقة إنه يبقى فاعل مش مفعل به أو إنه يبقى مبادئ مش مستني عشان يبقى عنده ردود أفعال إحنا الآن أخطر ما يرد بالشخصية المصرية إنها تبقى ردود أفعال ردود أفعال ودي ما أسألة خطيرة يعني بيان الداخلية ده اللي بيقول اللي يبلغ على سلع ياخد عشرة في المينة لوزارة التموين وزارة التموين ده لا ما فيش مشكلة فيه لكنه أيضا بيفترض إن فيه مشكلة وإنها موجودة وإن إحنا نتعامل مع المشكلة إزاي أنا عايز أزيل هذه المشكلة عايز ما يبقاش الدولار سلعة الدولار دولت سلعة آه ده فيه بيوت لا ده فيه بيوت كمان وعائلات بالمناسبة مش مكاتب صرفة بيحوشوا دولار وبيبعوا بيعملوا سلعة والسسمار لا ده بينزل يشتريه آه بينزل يشتريه آه ويخزنه ويبيع عشان حيزيد لأ يا ريت بيبيع حيزيد فيشيله زي بيقوله بظبط في التعبيرات الشعبية بيسقعه آه يشيله عنده يشيله عنده زيت دهب ما بقى سلعة السلعة النادرة دي الناس بتشتريها أنا آه حد قال لي أن الزيت كتير في البلد أن السكر كتير في البلد أن الرز كتير في البلد مشكلة أنه بيتخزن آه تحيق هنا بقى يبقى فيه المجتمع الواقي أنه أنا مش في حد بيخزن يمنعه يروح أبلغ عنه وأنا ضد منعه لأنه ده ممكن يوصلنا الحرب أهلية لا أروح أبلغ عنه أبلغ عنه طب بمناسبة الحرب الأهلية وأنا كنت ريسا بكلموا حرتك أنا عارفة أن حرتك ما عليش بعتذر لك على التأخير وأنه التأخير ده خب من وقتنا الجميل اللي إحنا كنا عايزين نسعد بالاستماع الحرك فيه فكرة الحرب الأهلية وأنه آه كل واحدة هيطبق بقى القانون بمعرفته آه لا ما ينفعش بمزاجه لا ما ينفعش دولة دولة القانون يجب أنها تبقى أشعار يحكمنا جميعا هذه الدولة في حكومة مسؤولة عنها في فرق بين الدولة والحكومة والمجتمع في حكومة مسؤولة عنها هي التي تنفذ القانون لأنه لو كل حد نفذ القانون بمعرفته رجعنا للمجتمع الغابة ومجتمع الغابة لا كان فيه دولة ولا كان فيه قانون كان فيه مجتمع الغابة فقط بس فيه حاجات دلوقتي بتحصل كتير جدا عايزة ترجعنا للمجتمع الغابة إحنا بننصق وراه يجب أن نقوم ده يجب أن نقوم ده أنا لما بلاقي مواطن واقف في ميدان وبينظم المرور بطر خيره بس ده مش شغله مش دور مش دوره وميعرفش قواعده وميعرفش إيه قواعد هو طيب فممكن بدل ما يفيد يدور لا ده بعد شوية بيصل لحاجة بقى لا حل لها إنه بيدخل اليمين في الشمال والشمال في اليمين واللي جاي من هنا يعني فبعد شوية بتبوز المسألة لا مش دوره ولا دوري ولا دوري ده دور دور رجل المرور اللي وظيفته يعمل ده هو طبعا مش موجود بكسرة دلوقتي لأنه قوات الشرطة عندها معركة أولى وأهم ليه تطرف الإرهاب لا تسبق أي معركة أخرى تسبق التموين وتسبق الزيت والسكر والرز وتنظيم المرور طيب إذن وزارة الداخلية في أزمة لأنها عندها عاطق كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا لازم تقوم بها دلوقتي طبعا مين اللي هينظم بقى المرور هم برضو يعني أي شيء ممكن تنظيمه ما ينفعشي إن أنا إن مواطن عادي يقف في مدار ربع العدوية في مدينة نصر ينظم المرور لا هذا ليس دوره وهذا ليس عمله على الإطلاق اللي أو أنا باخد من حراتك رشدتة من الدعك الفكري والعقلي وكمواطن مصري وتقول للناس نعمل إيه عشان إحنا عايزين نرجع حتى إحنا عندنا لحي دلوقتي مش أصعب بس أوحش فتقولهم إيه كده عشان يحسوا إن دي بلدهم وإن دا مصيرهم وإن في أجيال جاية هي أبنائهم وأحفادهم لازم نسيبلهم بلد أفضل مما استلمناها أو على أقل زي ما استلمناها أو أقل سوءا مما استلمناها وإن دي مسؤولية جميع الناس لها مسؤولية رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزارة ولا الوزارة ولا الحكومة هم كلهم مسؤولين مش بعثيهم لا أعفر رئيس ولا رئيس الوزارة لا أعفر رئيس المسؤولية هم على الأسراء هم المسؤولين نمرة واحدة لكن عمره ما يعمله كل حاجة لوحدهم ولازم إحنا كمان نبقى مسؤولين معهم ونبقى مسؤولين زيهم ونبقى مسؤولين قبلهم يعني ايه في الشارع واحد بالليل انا بريح بيقول لي فينا عسكري الدرك كويس حنرجعه تاني انما انا دلوقتي عندي مناطق مشتعلة بتطرف وارهاب وده اخطر وانا بكرر تاني اخطر علينا مئة مرة من انه ميباش في عسكري درك القديم يبا انا محتاج ان الشرطة كمان تركز في ده واحنا نساعد يعني احنا ويلي خلصنا اه الوقت انا انا اسفة وبعتذر جدا ده انا زعلان والله وانا كمان زعلانة بس الطريق الطريق مش زنبنا هو اللي ممكن حرمنا احنا في مخترك طرق ايوه هو ده بيقولك دايما في بلدنا كان يقولك ايه سكة السلامة ورا سكة الندامة وسكة الندامة ودلوقتي في سكة تالتة طالعة اللي يروح ما يرجعش اه يعني ايه اخطر بقى من الاتنين يبا دلوقتي علينا ان احنا اخترما بين سكة السلامة وسكة الندامة او لقدر الله اللي يروح ما يرجعش سكة اللي يروح ما يرجعش فهنأكد يعني الحق بين والصواب بين ومصر تعلو على الجميع ليه لانها موجودة منذ الازل ولازم نسيبها طبقة الى الابد ان شاء الله يعني احنا دايما احنا مش دولة فقيرة لا طبعا رغم ان احنا نطالع الناس كل يوم بديون وسلف واستدانة ومش عارف ايه احنا دولة اقليمية عظمة لنقل اهمية في المنطقة عن الامريكان ولا عن الروس ولا عن اي حاجة انما بس نشيل المسؤولية مع بعض لا الاعتماد على النفس خير ومعلن عن معاني هذه النفس احنا عيبالينا اكيد لقاء تاني محراتك قريب جدا وانا حاجة تاني مدينك منتج انا انا ايبقى ليومين كده انا يعني مزعلة انا غزب من عني توا انا اجي لحضرتك الله يخليك انا اجي لحضرتك لا ده اشعرف بنا ان احنا اجي لحضرتك ونعضوا وانا اجي والله تاني عشان بلدنا عشان بلدنا ربنا يخليك اكيد اكيد باشكر حراك جدا الاديب والكاتب وارواق الكبير وعضو مجلس النواب المصري سيد يوسف القعيد اللي ادعم في الاخر هي اه مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة والاجهزة وكل حاجة بسهم ما يقدرواش يعملوا اي حاجة لوحدهم من غير ما احنا يعملوا بينا نكون بزبط بينا ومع بعض ونكون مع بعض خايفين كلنا على بلدنا حسن دينا احساس بالمسؤولية بلاش قانون الغابة بلاش الحرب الاهلية بلاش الحرب النفسية بلاش نسرق بعض بلاش ما نباش حناينين على بعض بلاش حاجات كتير نعمل لولادنا حتى لو انا حاسين ان الوضع دلوقتي مش حلو بالنسبالة طب نفكر في الاجيال اللي جاية ابني وابنك اللي عاديين دلوقتي في البيت احنا لازم نكافح عشان هما لو احنا حتى مش عايشين كويس دلوقتي هما يعيشوا كويس اه بعد كده الرسول عليها قبل الصلاة والسلام قال لو قامت القيامة وفي يد احد منكم فسيلة فليغرسها معيني القيامة قامت فيش اكتر من القيامة وبتقوم يعني مش هيبه فيه كون ولا ارض ولا بني قدمين ولا اي حاجة بس لازم نفضل نزرع يعني عشان حتى لو مش هنحصد تخيلوا لو القيامة قامت حتى ما فيش حصاد خلاص القيامة قامت لكن لازم نفضل نزرع لحد اخر يوم في عمرنا ولحد ما القيامة تقوم يا رب مصر بخير بيكم كلكم يا رب بيكم كلكم بإذن الله نشوفكم على خير تحيتي لكم أسماء مصطفى